فيها امن واما بس الولد وين راح وين اختفى الولد انا عماد ابراهيم الفتياني ابني علي عماد ابراهيم الفتياني نزل الى دمشق ب27 ستة وحكم معي الساعة السابعة مساء وبعد السابعة انقطع الاتصال بينه وبين ابني كان معاه رفيق طريق من من فلسطين بس معاه جواز اردني وما له ابني اي اتجاهات من هون او من هون ابني من شغله لبيته ومن بيته لشغله وبسوريا احنا طبعا ما معرف حدا لما انفقد الاتصال بينه وبين ابني انا رحت على سوريا رابع يوم العيد قبل ما اروح على دمشق رحت على الوزارة الخارجية قالولي اكتب استدعاء اكتب هاي وبعدين احنا من راجعك ما راجعوني لما ما راجعونيش الاخوان الخارجية الاردنية طلعت على دمشق وطلعت على السفير على السفارة الاردنية استقبلني موظف وقال لي اكتب استدعاء شو صار معاك بالزبط مشان احنا نشوف شو الموضوع هنا في سوريا قلت له انت هون بتمثلو جلالة الملك انت تحكي مع الاخوان السوريين وتسأل لي عنهم هون يعني ترفع تليفون على وزارة الخارجية على وزارة داخلية السورية على هون انت بتمثل جلالة الملك في الحديث لا بولي لا هيك الحكي بتحكي غير مزبوط قال لي احنا هون غير ما بتتتصوره قال لي احنا غير هون ما منقدر نتتواصل زي ما بدك قال لي اكتب استدعاء اروح كتبت استدعاء اروحت حكيت معه تاني ومتولي الوضع واحدة ثلاثة اربعة لا بقول لي لا ارجع فيما بعد خلاني انزل على على الامن الجنائي وانزلت على الامن الجنائي الامن الجنائي حولني على المحكمة على المحكمة القصر العدل عندهم روحت على القصر العدل عندهم عملت استدعاء وعملت تلهاي وطلعت على الامن الجنائي الامن الجنائي حولني عشان ابني فقط بالسبع بحرات عند مطعم وكافية الوردة الوردة المطعم فأنا رحت على المطعم وسألت على ابني هناك قال لي ابنك أجي هون بس ابنك يعمحنا عشان قطع الكهرباء ما بفعلنا تجيل كاميرات وستحبت حالي وظلت طالع من سوريا ورحت على المركز الأمني اللي هو في المرجع المرجع بقول لي بدنا صور لدفتر عائلتك للولد وبدنا انه اثبات انه هذا ابنك انت فلت وظلت ومروح الى عمان بعدما روحت على عمان حكيت معي وزارة الخارجية قلت لهم بدي اقابل وزير خارجية قالوا لي بدي تكتب استدعم مشان تقابل وزير خارجية وروحت يوم الأحد مشان اقابل وزير خارجية انا ببعرف مين قبلت هل هو وزير خارجية هل هو مساعد هل هو موظف تاني انا لا اعلم وانا بناشد الحكومة الاردنية وبناشد الحكومة السورية برجاع ابني علي عماد ابراهيم الفتياني وامبه تعباني كتير كتير في عمان ودخلت المستشفى وعلى تحت العلاج وعلى سبة انه ابنه ما هو مبين نهائيا ولغاية اليوم لو بحدود 25 يوم 26 يوم ابني ما هو مبين اخر رسائل اللي احكى معي اني انا يا بوصل الدمشق وبعتلي فيديو اني انا وصل الدمشق في المطعم ولما رحت هذا ورجان الفيديو اتفرشت على الفيديو قلنا له الحمد لله ابني وصل بالسلامة بس ابني من دمشق ما طلع وين راح دمشق انا ما بعرف في دمشق وين اخر وين راح الحكومة عندهون عندهون وانا بناشهد الحكومة السورية اخواننا السوريين واخواننا الاردنيين والحكومة ورئيس الوزراء وسيدنا الله طول عمره ومناشهد الحكومة كلية نشوف الشاب وين راح ابني ما عنده اسباقيات احنا المركز الامنيهون احنا ما منعديها وما منعرف طريق المغفر منين احنا من شغلنا لبيتنا ومن بيتنا لشغلنا يعني ابني نزل شمت هوى على سوريا احنا فكرنا سوريا انه يعني لسه فيها اعمار وفيها كذا فيها امن وامان فيها امن وامان بس الولد وين راح وين اختفى الولد والشاب اللي معاه احنا هذا من الضفة الغربية انا ما بعرف من الضفة الغربية وهذا رفيق طريق مش رفيق صاحب رفيق طريق في قلب الباص زي اي واحد بطلع رحلة عمره او بطلع رحلة حج انا فيه اعفران جنبي قاعد شخص بدي اتواصل انا وياه طول الطريق نتعرفنا على بعض نأم الروح ولا امني جوان ونزلنا في دمشق بعدين ابني ما بيان نهائيا ونأمل من الحكومة الاردنية وجلالة الملك طول الله طول عمره وان شاء الله اخواننا السوريين كمان والحكومة السورية من ناشدها نشوف علي والشاب السوري وين والله يرجعهم بالسلامة يا الله